اشتركوا في القناة كانوا السياد المحر ورجال ونساء الحوار كمان مع الآخر بحكم ذكائهم وحنكتهم لأنه كمان ما ننسى أنه كانوا تجار وحملوا أجمل مقدم هالوطن للعالم غير يعني غير الأبجادية والفلسفة والرياضيات يعني رح نجرب أنه نحيط بشو عطوا بمستعمراتهم شو عطوا لمستعمراتهم كنا تنذكر قبل بحلقة احكينا معك عن شو قدموا الفينيين للشعوب بالفلسفة والعلوم من وين بدنا نبدأ؟ ما هو مثل ما قالت الموضوع كتير كبير ونحن مفاكرين أنه نحن عنا كم مستعمرة فينيئية للأسف لأنه برجع بقول أنا ما بدي نقبس برجع بحكي أنه فيه إشحاف كتير كبير بحق تاريخنا مننا من قبلنا يعني مش من قبل الآخر فكريمال هيك نحن بدنا نضوعها شوية إشياء هي بديهية مفروض لكل يعرفها عنا تبهي الشعب الوحيد اللي غزي العالم من دون غزوات من دون فتوحات من دون أساطير حربية غزي العالم فقط بس تخيل من خلال التجارة والسقافة والمعرفة وطبعا مثل ما قالت وين ما كانوا يروحوا كانوا ياخدوا معهم لغتهم ياخدوا دينهم تقوسهم علومهم مهاراتهم صناعاتهم كل شي كانوا ياخدوا معهم وين ما راحوا هلأ بطبيعة الحال موقع لبنان أكيد ساعدوا كتير أنه يكون مثل ما قلنا سيد البحر هلأ مين يعني لما بنقصد سيد البحر مين بنقصد بشكل خاص عنا صيدة وصور طبعا صور بعد أكتر يعني كانت هي الريادة بهالموضوع وأكيد صيدة كمان وفي بعض المدن الساحلية ولكن هذي بشكل خاص هلأ كيف بلشوا يعني الفكرة واشي فكرة مستعمرة هي مستعمرة شو منعني فيها مش عطول تكون لازم شي عسكري وسياسي لا هي مستعمرة عادة الشعوب الناجحة والمتطورة لنقول صناعيا بأيام البدكة سمية أنه ما بعرف اختراعات البدكة بدون يلاقوا أسواق لألون هذي الأسواق ليصرفوا منتجاتهم ولا يوسعوا تجارتهم من هون اجت فكرة المستعمرات عند الفينيئيين طبعا ما في حدا كان بيستقبلون بصد عطول كانوا يستقبلون أنه أهلا وسهلا لأنه بيعرفوا أنه هيدا الشعب جاي يعطيهم أكتر ما ياخد منهم فخلينا نبلش أكيد في عنا خريطة هلا بنشوفها هالخريطة بتفرجي موقع لبنان كيف جاي نحنا شرق البحر المتوسط إذا ملاحظ هيدا نحنا لك لك قديشة كبيرة الخريطة شوف من الشرق هيدا البحر المتوسط لآخره شايف هوا النقط الحمر هوا النقط الحمر كل نقطة هي يا مستعمرة يا مستوطنة فينئية فشوف كيف بلشوا أول شي بلشوا بالبلاد اللي حدن يعني عنا أكيد أبرص اللي هي أقرب شي كان عندهم هونيك وعا فكرة لقيوا لقيوا نقش نقش محطوطة ليه من القرن الثامن قبل المسيح عن وجود آثار فينئية وجود فينئية بجزيرة أبرص بنرجع بننتقل خلينا نقول قبل ما انتقل لكلهم في عندي بين القرن السابع والثامن اقتصاديا شوي ضعفت هالمستعمرات الفينئية طبعا بنا نقول ليه ضعفوا هالمستعمرات كان في عندك أول شي منافسة اليونانية تاني شي منافسة مصرية وخاصة اسكندرية وكمانا كان في عندك السيطرة الأشورية على سوريا ولبنان أسريت كمانا على ضعف هالمناطق الفينئية بس بالرغم من ضعف المناطق الفينئية بقيوا كل المستعمرات الفينئية بكل أوروبا وكل الشرق وشمالي أفريقيا بقيت تابعة لهال دول أو المدن الفينئية الأم وبقيوا يدفعون لهم التاكس الضريبة كانوا يدفعوها وبيقولوا لك خزينة هالهال البلدين هالمدن الفينئية كانت بتجي من المستعمرات وكانت تغنى من هالمستعمرات عم نحكي ليلا بأي فترة من التاريخ؟ المستعمرات بلشوا من القرن 11 قبل المسيح وبالقرن بين السابع والتامن بلشوا يضعفوا عم نحكي المدن الأم ولكن بقيوا كتير هلا رح نحكيه نحنا شفنا الخريطة فينا نرجع نشوفها مرة تانية فعلا الخريطة مميزة بتشوف انتشار ليك الأحمر شوف أديه انتشار الفينئيين وينما كان بأنحاء العالم يعني كان لهم امبراطورية كبيرة امبراطورية كاملة هلا لح نحكي كيف صارت امبراطورية منبلش عندك ليبيا اللي كان اسمها قيريني وعلى فكرة اسم ليبيا هي زوجة إليها الفينئيين بالجنوب اللي هو بوسيدون بصيدة وحد منا لغرب ليبيا في عنا مستعمرة كان اسمها هبو كمان هايدي بالقرن التامن عملوها قبل المسيح وكانت هايدي مقر للملوك بس هني كيف كانوا يستعمروا كانوا بالقتال ولا بالذكاء لا لا بالذكاء ما كان عندهم قتال غير بقليل جدا جدا قليل المطارح وكلها كانوا يروحوا كتجار ويستقبلوهم ويبلشوا يعطوا شو عندهم ويعلموا أهل البلد على صناعات هلا رح نشوفوا على حرف كتيرة فما كان في عندهم هالمقاومة هلا بتشوف مقاومتهم أجدت من وين وكيف لسقطوا آخر شيء ما قال علاقة بأهل البلد أبدا ما قال علاقة نرجع بنكمل عنا أوروبا أوروبا في عندك شيء اسمه شبه جزيرة إباريا إباريا يعني هي إسبانيا والبرتوغال عنا بإسبانيا والبرتوغال كان في عنا مدينة مهمة كتير مستعمرة اسمها ترشيش مثل ترشيش اليوم مثل ترشيش اليوم أوكي وترشيش كمان على فكرة اللي هي تارتوسوس باليوناني هي بتعني بيلغتنا اللبنانية الأرامية يعني القديمة بتعني مطرح للتعدين فكان فيها هيدي معادن وكانوا من هال من هالمنطقة هلأ بنشوف كيف كانوا كمان يبعثوا ياخدوا ويرجعوا يبعثوا يصدروا لبلد تانية وعفكرة من ترشيش كمان عندك تارسوس تارسوس اللي هي مسقط رأس بولوس الرسول بكيليكيا كمان هيدي كانت مستعمرة تارسوس تارسوس هي من ترشيش زيت المعنى بتجي كمان هيدي مستعمرة فينئية هلأ بنجي على مالاقا مالاقا بإسبانيا شوف قدين يعني بيغرر بالمتوسط عندك مالاقا معروفة كتير على فكرة مدينة كتير مشهورة واليوم هي مدينة سياحية سياحية بانتياز كانت شو اسمه مركز مالاقا بتعني بيلغتنا على فكرة بس لتعرف معمل لأنها كانت معمل لتمليح السمك وهيدي أكيد كانت مستعمرة فينئية بنرجع بنشوف الجزر عندك الجزر عندك مالتا مالتا بس لتعرف شو بتعني مالتا بيلغتنا اللبنانية يعني القرامية بتعني مهرب أو ملجأ وفعلا مالتا بتلاقيها أول شي جزيرة كتير مهمة وكان فيها ميناء كتير مهم كان الكل يلجأ له وهيدي لليوم لليوم بس تروح على مالتا لغتن بعد اللغة القرامية وصار فيها تحريف شوي دخلت علي العربية لما صار في عندك الفتوحات العربية وصلوا على ليبيا هن من ليبيا تأثروا وصار في عندن شوي تحريف على العربية بس هي فعلا لغة قرامية بمالتا يعني نحن نشوف واقع هذه المدن البحرية الجميلة جدا خليني زيد على إسبانيا إبيزا يلي فيها أثارات لمعبد في نيئة كمان وصلوا لهوني كل ابنانيبي يعرفوها منيح للجزيرة عندنا بأبروس عندنا رودوس عندنا جزيرة ساموس جزيرة كريت هلا بنحكي عننا وهو كلهم نلقيوا أثار من القرن الثامن طبعا بس هو الوجود قبل هيك لأنه لإلك ليه لأنه لما بتشوف أنه وصلوا لإسبانيا عم نحكي بمنطقة مدينة اسمها قادس كمانا بنشوفها على الخريطة كتير مهمة هايدي على فكرة بتجي بمواجهة المحيط الأطلسي ومن وراء مدينة قادس قدروا يغزوا الأطلسي الفينئيين وعلى فكرة هن قبل البرتغال بألف سنة تخيل قدروا يبرموا حول القارة الأفريقية قبل بألف سنة من البرتغال بس حتى هلا لما بتفوت على الإنترنت على جوجل بتشوف كل هالمناطق إحزار شو بيقولوا لك آلهة يونانية مناطق يونانية تخيل كيف نسرق تاريخنا بس أكيد الحق علينا لأنه نحنا أصلا ما منعلم تاريخنا فتاركينه هايك مباح فالكل بينسوا بالإشياء لأنه نحنا تاركين تاريخنا فبتجي بتلاقي قادس قادس على فكرة بيلغتنا بتعرف شو بتعني بتعني السور المدينة المسورة هايدي عم نحكي بإسبانيا بمواجهة المحيط الأطلسي كمانا وصلوا لمدينة لجزيرة سيلي سيلي قبل شو اسمه قبل إنجلند يعني شوف لوين وصلوا فعندك بين إنجلند وفرنسا وإسبانيا هونيك بهايدي كان فيه جزيرة اسمه جزيرة القصدير كانت هايدي غنية بالتنك والرصاص كانوا ياخدوا الفينيين هالمعادن ويصدروها لوين يصدروها لفرنسا لإنجلند وعفكرة بفرنسا كان فيه عندهم كمانا كذا مستعمرة أو مستوطنة مثلا أهم ما بتصدق ميسيليا ميسيليا يعني مرسيليا اليوم مارساي اليوم هي مستعمرة فينيئية كانت وكمانا في عندك جزر الأزور كمانا كانت مستعمرة فينيئية وكانوا هن الوحيدين اللي يعني اللي بيصدروا وبيستوردوا بياخدوا هالأصدير وبيصدروا للعالم لأنه ما كان حدا يعرف هيد الطريق بيقولولك إلا هن حتى كانوا شو يعملوا لي موهوا الفينيئيين الشعوب التانية كانوا يخبروا أنه كتير كتير صعب لتوصلوا لهيدي الجزر شوف قديلا يضلوا هنا لقالهم مرابل يعني على كل حال هالتاريخ اللي بيعود لتلاتاتاليف سنة تلاتاتاليف وخمسمائة سنة هو رجع ولأسباب تانية كمان عاد نفسه يعني اليوم الليبنانيين متل ما كانوا منتشرين ومن خلال أجدادهم غزوا العالم بعده كمان غزوا بين هلالين الليبنانيين لأسباب اقتصادية ثقافية ثقافية كمان أوقات كتيرة غزوا العالم وين ما رح نصرنا بالعالم نشوف لبناني ناجح لبناني رائد لبناني أسس بات وعائلة وشغل مظبوط لأنه انتبه السقافة بالنتيجة ما بتضل بمطرحة بتنتقل مع الأشخاص وين ما راحوا فبينقلوها معهم بس نحن عم نذكر اللبنانية بتاريخهم النسيو أو يمكن ما صار لون يتعرفوا عليه لأنه نحن كانت محدودة القصص نحن نعرف قرطاج وخلصة الدنيا عند قرطاج اللي هي مهمة كتير أكيد رح نحكي هلا عنها هلا منحكي أهم على الإطلاق قبل بس ما أوصل لقرطاج لأنه اسمه له علاقة كمان بمدينة تانية بتونس اسمه يوتيكا يوتيكا يعني عتيقة يعني قديمة فهيدي المدينة القديمة اللي عملوها المستعمر اللي عملوها الفينيئين بتونس قبل اللي عملوا مدينة جديدة بتونس كمان اسمه قرطاجنا قرطاجنا أوكي هايدي سنة 814 قبل الميلاد واسمه بالآرامة بتعني بتعني حديثة قبل يوتيكا العتيقة عارفت كيف عم نشوف قرطاج قرط حدشت أيوة قرط حدشت هلا بنا نحكي عنا قديش مهمة هالمدينة وعفكرة كمانا نقول شاغلة هلا بس هيك تقرأ شوي عنا بصيروا يقول لك بونيك هونيك شعب البونيك هي شو يعني بونيك شعب الفينيك ما هي البي إذا بتطلع هلا كتوب كلمة فيليب تكتبها بي أش بتنقرى في بس هي حرف البي طبعا بدون ما ننسى الاسم اللي انعطى لقرية أوروبا هلا رح نحكي عنه رح نحكي عنه عنا بيقولولك كيف وصلوا لقرطاج الفينيئيين في عنا بتقول الأسطورة انه ديدو ديدو اللي هي باليوناني أليسا اخته لاملك سور بيجمليون راحت لهنيك واستتبت قاعدة هنيك عجبتها القاعدة وصارت هي شفيعة هالمدينة بيقولولك يعني مثل قديسة وطبعا كتير كتير اتطورت قرطاجنا بسبب موقعة موقعة كان كتير بهم وصارت بالقرن السادس قبل المسيح أهمة امبراطورية بين الشرق والغرب تخيل صارت امبراطورية بالقرن السادس قبل المسيح ولنشوف لوين مصلت وصلت أول شي عندك كانت تمتد من قيريني يعني من ليبيا لحديت جبل طارق شواطئ إسبانيا وفرنسا عندك كان فيها ضمنه بيجي جزر البليار مالطا سردينيا ومستعمرات تانية وحتى يقال انه برسلونا هي بتنكتب إذا ملاحظ بالسي برسلونا هي برقالونا برقالونا يعني بتجي من إله البرق الفينيقي وهذا جزر هذه الكلمة موجود حتى بالعربي البرق إله البرق يعني أوكي وتميزوا التجار القرطاجنيين بالحنكة والزكة كتير وكان عندهم كتير هيك هالأخلاق النوبل بالتجارة فتخيل في قصة هون كتير حلوة كتير حلوة إنه كيف كانوا يعملوا نوع من المقايدة نعم هنا عم نشوف كنا شواطئ شاطئ ساردينيا كنت عم فكر لو بقيوا هالفين إيجيين كنا كنا نحن طييفنا بقال بلدنا خلينا بس نقول قصة كتير مهضومة عن قصة المساومة طبعا حكينا أنه وصلوا براموا حول القارة الأفريقية شو كانوا يعملوا يروحوا ياخدوا معهم المنتجات يوصلوا كان لغرب إفريقيا ينزلوا على الشط شو بيعملوا بيولعوا نار شوف فكرة النار كيف حلوة كانت بالتجارة ويحطوا هالمنتجات اللي عندهم الفينئية ويرجعوا على السفن طبعولون وينطروا يعرضون ماركتينج بس شوف شو ماركتينج زكية بيسموها يعني بارتر ايكونومي بس سايلنت ما في حكة أفدا يرجعوا على السفن طبعولون بقوموا بيجوا هوا الأفارقة بيطلعوا على البضايع بتعجبون بياخدوا بيقدموا بالون لأنه انت بتعرف القارة الأفريقية غنية كتير بالدهب يحطوا الدهب هلأ بيجوا هالفينئيين بينزلوا هوا ديك بفلوا بيطلعوا عجبوا الدهب أنه القيمة بتغطي هيدا الشي قاعد كتير منيح بياخدوها وبيطفوا النار وبيفلوا إذا ما عجبتون القيمة بيخلوا النار ويلعة بيرجعوا على السفن طبعولون وينطروا الأفارقة ليرجعوا يجوا يحطولون أكتر دهب طيب سؤال شو كانوا يعرضوا يعني شو المنتجات منتجات لا طبعا أول شي المعادن ما تنسى ما نقول لك أنه كان عندهم القصدير يعني من أهم وكمان كانوا يجيبوا من بلاد تانية يجيبوا البهارات يجيبوا بعدين منسوجات يعني ماش صبغة طبعا ما تنسى الأرجوان يعني كل كل الأشياء خشب وكان عندنا الزيتون هلأ بنحكي عن الزيتون لتشوف قداش بهم الزيتون نحنا بعد معنا دقيقة تقريبا بدأ حلقتين تنعطيون حقهم بدأ حلقتين بدأ حلقتين بدأ حلقتين تنعطيون حقهم بل كي بنحكي بالزيتون عن الحلقة اللي جاية عندي بس بعد كم سؤال المدن اللي اللي استعمروا فيها الفينيئيين هي كانت بمعظمها مدن ساحلية ولا طلعوا أكتر على الجبال بالمعظم هي مدن ساحلية بس كان فيه شوية حد منهم مدن داخلية حد هالمدن الساحلية كان مال أكيد أسباب تجارية بس بالإجمال هي ساحلية سؤال بعد كانت المستعمرات تابعة يعني مثلا بدأ نقول هاي دي المدينة هون بإسبانيا تابعة على مستعمرة صور يعني أو التانية تابعة على صيدة مين لمع بين هالمدن الفينيئية بعدد المستعمرات صور صور حتما ونتبه يقولون كارتاجنا كامبراطورية كانت العملة تبعيتها شو محطوطة عليها مكتوبة عليها صور أم كارتاجنا شو حلو أم كارتاجنا بقيت موجودة حتى لما صارت صور ضعفت كتير أمام المدن اليونانية بقيت كارتاجنا تسك النقد العملة باسم صور حلو كتير ليلة بدأشكريك من كل قلبي على كل هالمعلومات وياللي عم بيطابعونا وبيحبوا لبنان وهنا كتار مش بس اللبنانيين بيفتخروا بكل هالتاريخ الغني وياللي عن جد بيقول أنه صار بدنا نفضل من زمان يعني للتاريخ تحتى الجيل الجاية مش بس يعرف أشياء هيك على هامش يعرف الأساس شكرا لأليك مرسي لأولوك أنا بختم حلقتي معكم لليوم بكرة لقاء جديد على الثمانية ونص مع زميلاتي كنوا على الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة